اهلا بكم مشاهدينا وبداية فقراتنا الصباحية في ساعتنا الثانية مع الفقرة الطبية لهذا الصباح نتحدث عن تغذية طلاب المدارس مع قرب العودة إلى المدارس وتعتبر تغذية طلاب المدارس من أهم الأمور التي يجب أن ينتبه لها الأهالي وأصحاب المدارس فلا نستطيع أن نبني جيل قوي وذكي بعيدا عن الغذاء الصحي الحديث أكثر عن موضوعنا لهذا الصباح يسعدنا أن نرحب بإخصائية التغذية هيس ماضي صباح الخير ستهاية كيف الحال؟ يسعد صباحكم يا رب ورحمتكم أهلا وسهلا فيك بالبداية لازم نتحدث عن أهمية التغذية الجيدة لطلاب المدارس الآن كل الأمهات والآباء وحتى أصحاب المدارس والمعلمات متحمسين لبداية الموسم الدراسي الجديد فما أهمية التغذية الجيدة للطلاب؟ أكيد الغذاء هو عبارة عن مصدر الطاقة الأساسي للإنسان بشكل عام فما بالك الطفل بده يرجع للمدرسة بده يرجع هلأ يمارس الدروسه بده يلعب رياضة هناك بده يتحرك فأكيد الطفل بده غذاء سليم بده غذاء يعطي طاقة وبنفس الوقت يساعده على التركيز أكتر وحتى تكون نقدر يعني يركز في الدراسه وتكون علاماته أعلى فعشان هيك دايما أنا أول إشي بنصح لطلاب المدارس قبل ما يطلع من البيت دايما بنصح الأمهات أنها تعطي الطفل وجبة أفطور هلأ نحن لما بنحكي عن الفرص اللي بتيجي بالمدرسة نحن نحكي عن يمكن بعد ثلاث حصص لما تقدر تيجيهم حصة بريك فهو الطفل بهاية الفترة كلها إذا ما كان ماكل بدنا نعرف أنه أول ثلاث حصص الطفل ما رح يكون مصحصح ما رح يكون عنده طاقة مركز ما رح يكون عنده قدرة استيعاب عالية فلهيك دايما يفضل وجبة الأفطار نبدأ فيها من البيت دايما بنصح بالتنوع الغذائي بقول لأمهات ممكن نستخدم الخبز الخبز الأسمر أنا بفضل دائما ممكن نستخدم البيض مع كوب من الحليب مثلا زيت زعتر أي شيء ممكن أنه يعطي الطاقة للطفل خلال يوم ممكن كيك بالبيت يكون معمول مع كاسم حليم نحاول نبتعد عن أي شيء فيه سكريات في الصباح بالزات يعني نحن نعطيها كاسناك خفيف بين الوجبات ولكن وجبة الفطور أنا بفضل تكون غنية بالكاربوهايدرات والبروتينات وممكن كمان زي ما قلت لك الحليب رح يساعد كثير أيضا على أعطاء الكالسيوم اللي هو بحاجة لإله فما منعطي حلو في البداية النهار يعني ما بعجي بعطي ابني أطعت شوكولت الصباح عشان تعطي طاقة رح تعطي طاقة بس بطريقة سلبية أنا بدي أعطي طاقة يعني سعرات حرارية غنية بالمغذيات خلينا نقول مثل النشويات مثل البروتينات مثل الخضار ممكن يكون فيه صحن خيار، بندورة، فليف الملونة أي شيء أنا موجود عندي ممكن أعطيه للطفل هذا الاشي بيه قدرات الطفل ويجعله يمكنه يركز أكتر في الحصص الثلاثة الأولى قبل ما ييجي لبريك جميل طيب عندنا الآن بالنسبة إلى جانب الأسرة يعني في تغذية الأطفال في معنى الكافتيرية الخاصة بالمدرسة ماذا يجب أن يأخذه المدراء المدارس أو المسؤنين عن هذه المدرس بعين الاعتبار في إغذاء الطلاب اللي بيعرض في الكافتيرية؟ للأسف أنا أشوف يعني أشياء غريبة جدا في كافتيرية المدارس زي في مدارس بيقلوا زنجر وبيقلوا بيرجر وبيقدموا هاي سندوشات للطلاب هاي السندوشات كلها بتكون مليانة بسعرات الحرارية العالية يلي أصلا بتعمل تخمة للطفل وما منقدر نحنا نحزر إذا الزيت نظيف إذا الأكل نظيف وبنفس الوقت هاي السعرات الحرارية الضخمة اللي جاي من الدهون أغلبها والدهون السيئة بتخلي تراجع الطفل في الدكاء يتراجع أكيد بيصير في تراجع لأنه بيصير ما في تركيز بيصير في وجبة دسمة زي مثلا شخص ماكي الوجبة دسمة هلا بيقدر بعد هيك يدرس أو بيقدر يمارس إشي بتلاقي بصير عنده تخمة وبدو يعد نفس الشي بالنسبة للأطفال هلا دايما الأشياء اللي أنا بفضل إليها تكون موجودة في الكافتيريات أو الأم تعطيها لأولادها زي ما قلنا ممكن يكون علبة فيها مثلا خيار مقطع مع فليفلة مثلا مقطعة مع بندورة صغيرة ممكن نحط تفاح ممكن نحط دراء ممكن نحط أي نوع آخر من الفواكن جاس الموجود عندي ممكن نحط معه مثلا علبة من الحليب أو ممكن نحط معه علبة من اللبن بما أنه احنا أصلا داخلين على شتا يعني شوي رح يبرد الجو دايما بنصح بالمكسرات النية أكيد مش للأطفال العمر الصغير من خاف يشرق فيه ممكن من صف رابع خامس سادس ممكن نعطي علبة مكسرات مثل الجوز اللوز غني بالزنك هذا جدا ممتاز بتنمية القدرات الطفل العقلية نعم كمان فواكه مجففة ممكن نعطيهم طبعا مية بالمية الفواكه المجففة جدا غنية بالزنك مثل المشمش المجفف مدلتين المجفف بس نحاول نبتعد عن الفواكه المجففة المغطاية بالسكر كمان شغلة كتير مناحة بالمكسرات أنها تحتوي على مستوى عالي من الأوميغا ثري والتي هي الدهون الجيدة التي تحسن نمو الدماغ بطريقة سليمة وأيضا تعطي طاقة للطفل خلال اليوم فممكن أن هذا الطفل يكون عنده طاقة أفضل من الطاقة التي سيأخذها من الشوكولت أو من الحلويات بشكل عامل طيقة صحية على قلب أكيد مية بالمية طيب يعني ستهاية الآن نعرف أنه ممكن ممكن أو ممكن معظم السيدات الآن هم كمان سيدات عاملاتين كما في وقت الصبح مع الأوم لحتى تفطر أبنائها شو ممكن يكون في وجبات سريعة أنه ممكن تحضرها بوقت قياسي وتعطيها للأطفال كوجبة إفطار؟ أنا دائماً بنصح الأمهات وتحضر الوجبات قبل بيوم يعني إذا بدك تعمل سناكس لإبنك عمليلو إياها قبل بيوم بالليل؟ أيوة بالضبط الآن الصبح إذا بدك ممكن نعمل سندوشات سريع جداً فالطفل لو أخذ سندوشة معه على طريق أكلها بالباز أو بالسيارة إذا أنا بدي أواصله هاي هيك أنا ضمنت أن الطفل أكل سيوصى للمدرسة سيكون شوي عنده طاقة بيجي لبريك عندي بيكون معه سناكس اللي أنا محضرتها من قبل بيوم بقدر يأخذها أطفال الحضانات مثلاً ممكن نحطوش بتغداء إذا الامت تأخر للأربعة للخمسة للستة ممكن نحطوش بتغداء لكن بدنا نطمن أنه ظروف حفظ الأغذية في المدارس أو في الحضانة بتتم بشكل سليم حلق في المدارس بما أنه صعب يكون في تلاجات منبتعد عن الأكل يلي ممكن يخرب مثلاً مثل اللبنة بالصيف نحاول نتعد عنها اللبنة بشكل عام للأطفال كلهم بشكل عام ما من ننصح فيه لكن للأسف معظم أمهات بيعملوا مرتديل أو تيركي أو هذا مع لبنة كسندويشة لأبنائهم بالضبط يعني معظم طولاب المدارس لو نفتش الشنطة بيكون محم هاي السندويشة هاي المشكلة إنه كمان بالصيف مع درجات الحرارة المرتفعة وما في حفظ للأغذية بطريقة سليمة ممكن تفسد هاي الأغذية فالهيك إحنا دائماً نلجأ للأجبان البيضاء أفضل دائماً للأطفال الزيت و الزعتر ممكن نستخدمها كبادية هاي الأشياء ممكن نستخدمها ونغير أعرفتي كيف مرة جبنا بيضة مثلاً نابلسية مرة أريش يعني إن نحاول نغير في الأجواء ممكن نعطي مربا كمان خاصة بالشتاة اللي مربا والأشياء هاي للطلاب اللي فيها سكريات عالية جداً أنا ما بنصح فيها بشكل عام حتى الأمهات اللي بتعمل صندوش مربا أو إشي لصبح للطفل أو صندوش تحلاوي بتقول لك الله خليه يعطي طاقة أنت عم تعطي عدد سكريات مرتفعة جداً أعطي البروتين أفضل لأنه رح يبقى في معدته لفترة أطول رح يعطي طاقة وبما أن الطفل رح يرجع يلعب ورح يمارس حياته بشكل طبيعي فممكن أنه بده يبني كتل عضليه في مرحلة نمو فأفضل من السكريات بروتين نحن قريدي بناخدها من النشويات يعني إحنا السكريات إذا عطتي خبز فيها سكريات فما في داعي تعطي سكريات خارجية بصف إنه نحن بدنا نكمل له نظام الغذائي من البروتين ومن الخضار هيك بنكون نحن أعطيناه وإذا أعطيناه فواكه خلال اليوم هيك بيكون أخذ كامل احتياجاته اليومية من كل العماصر الغذائية جميل جداً يعني ممكن نقول أنه الأطعماء بتحسن قدرات الطفل العقلية؟ أكيد طبعاً مية بالمية دائماً السكريات تعمل أول شيء إدمان عند الطفل بصف الطفل أنه جسمه دائماً متعود على أنه نسبة السكر في الدم مرتفعة فدائماً بصير جسمه يطلب حلو الارتفاع المفاجئ للسكر في الدم بسبب الحلويات بيعمل هبوط مفاجئ في السكر هذا الإشي ممكن يطعب الطفل مرة عمرة بعد الشهر ممكن يعمل سكري من النوع الأول عند الطفل لأنه بصيفي عندي خلل في إفراز الإنسولين فلهيك دائماً السكريات العالية هيك للأطفال إحنا ما مننصح فيها غير إنه طبعاً له مشاكل تانية زي فرط في الطاقة بيعطي للطفل إذا كان طفلي أنا أصلاً من النوع اللي عنده طاقة مرتفعة جداً وأنا عم بعطي سكريات رح يصفي هايبر زيادة فدائماً خلينا نحن ننوع للطفل بالغذاء وبعدين أنا إذا بشيل عنه الخضار ما رح أقدر عكبر أرجع له إياها يعني اللي بتقول له لا ابن صغير مش مشكل يعكل شو مكان ذكره بسي كبر بعمل له ضاية بظبط له أموره لا أنت طفلك بتعود من مراحل عمرية صغيرة حتى الجسم بيتعود أكيد طبعاً عدد الخلايا الدهنية بتتكون في عمر صغير فإذا أنا ما بديت أراقب طفلي وتغذية طفلي من عمر صغير أنا بتوقع على الكبر ممكن يكون معرض للأمراض السمنة ممكن يكون معرض لأمراض السكر والضغط الله يحميهم يا ربي فتغذية الطفل بالذات بهاي الفترة العمرية ضروري جداً ومهم ولازم جداً الأم والمدارس تركز عليه كتير بمبسط لما أشوف أنه في مدارس صارت فيها توعية عالية ومرتفعة جداً بموضوع التغذية صاروا يمنعوا الشابس والشوكولة وهذه الأشياء تنبع في المقاص في المدرسية بكون كتير سعيدة حتى العصائر اللي بتفكر الأم أنه أنا بعطي ابني علبة عصير هذا العصائر دائماً بتكون مليئة بالسكريات فحاولوا دائماً العصير يكون فرش ممكن الصبح ياخده مع سندويشته أو ياخده مع الغداء أو ياخده هذا السناك لما يروح على البيت يعني فضل الوجبة رئيسية تكون بالفطور الصبح بالبيت نظيفة ومعروف شو هي وللمدرسة ممكن نعطيه سندويشة مع سناك فواكي أو ممكن فواكي مجففة أو مكسرات مية بالمجفة جميل طيب عموماً يعني هكذا الطلاب يحتاجين طول اليوم أن يكون تغذيتهم صحية وتكون أيضاً مفيدة كم وجبة في اليوم تفضلي للطفل؟ الآن دائماً الطفل يحتاج لوجبات خفيفة بين الوجبات الأساسية وهو أصلاً هذا الطبيعي يعني نحن دائماً لما ننصح مننصح بثلاثة وجبات أساسية وجبتين خفاف من وجبتين لثلاثة ما في مشكلة بالنسبة للطفل الآن الطفل ضروري جداً يتقسم وجبته لأن الطفل عنده عمليات الحرق سريعة وعمليات بناء جسمه بهاي الفترة العمرية تكون سريعة جداً فلهيك دائماً مننصح للطفل أنه نحن ما ننساب الوجبات الخفيفة وإذا أنا طالع فيه مشوار إذا أنا عارفة حالي راح أتأخر ما بترك ابني يجوع لفترة كتير طويلة لازم أخلي معي وجبات خفيفة لأنه بديش أعطي بديل تاني يعني أنا إذا كنت بالسوق وأبني جاع وأنا مش ماخدة معي راح أطرق أشتري له أي شيء من السوق كنا عند ناس بالأعياد بصفي بدي أعطي حلو بصفي بدي أعطي حلو بصفي بدي أكل شوكولت لأنه هو بده أكل فدائماً الوجبات الخفيفة للطفل جداً أساسية وتكون دائماً ركز عليها أنها تكون صحية فأنا بنصح بخمس لست وجبات للطفل خلال اليوم طيب العمر ممكن الأطفال بالمراحل الابتدائية الأساسية الثانوية كيف بتفرق وجباتهم والأكلات اللازم يأكلوها خلال الصباح وحتى البريك وكمان لبعد المدرسة عدد السعرات الحرارية اللي بيحتاجها الطفل اللي صغير مش زي الطفل الكبير الوزن والطول والعمر تلعب دور بعدد السعرات الحرارية اللي بيحتاجها الطفل لهيك إحنا دائماً منحسب عدد السعرات الحرارية اللي بيحتاجها ما بيصير نعطنا يعني إذا بدنا نعطي دويت بلان ما بيصير نحنا ننزل سعرات حرارية للطفل لأنه في مرحلة نمو نعطي نفس عدد السعرات الحرارية ولكن بغذاء سليم وصحي بهاي الطريقة الأطفال اللي عندهم وزن عالي بيصيروا ينزلوا هلأ نحنا كمان نوع الغذاء بيختلف عنا بالنسبة للطفل يعني الأطفال اللي صغار ممكن تخافي عليهم من البسكوت ممكن تخافي عليهم من الأكل الجاف بدنا نكون الأكل طريق بدنا نكون الأكل الأسهل لإلهم لكن بفئات عمرية أكبر ممكن مثلا تعطي حبة التفاحة كاملة مضرورة تأشريها وططعيها لكن إذا كان بكي جي ون كي جي تو قبل المدرسة لا ما رح تقداري تعطيها لأنه تخافية شردق بالإشرة تخافية شردق ما يعرف يأكلها كاملة فطريقة تقديم الطعام للطفل كمان بتختلف حسب الفعل عمرية نعم وبتكون مشجعة إله جميلة هو زي ما تكلمت أنه مفيدة كثيرا للوجبات أنه عشان بيتحرك الطفل كثير بيحرك سعرات حرارية كثير جدا يعني نحنا مع هذا الجانب أنه كمان يكون يتحرك كمان الرياضة كمان يمكن هي بتحسن قدراتها العلمية وأيضا العقلية طبعا مية بالمية وفي نقطة مهمة كمان أنا حابة أركز عليها للأمهات حتى اللي بيشتغلوا حاولوا قد ما بتقدروا حضروا الوجبات لو لمدة 3 أيام مثلا كل يوم بعمل وجبة الغدى مثلا لمدة 3 أيام أفضل من أنه أنا أركز على الأكل الجاهز كثير بشوف هاي السلوكات أنه الأم موظفة ما بتقدر ما بتلحق تطبخ فبتصفي على الأكل الجاهز جدا هذا الإشي بيعمل مشكلة ارتفاع في نسبة السمنة لدى الأطفال وطبعا هاي بعد الشر بتعملهم مشاكل صحية فلهيك بدنا ننتبه جدا لهذا الموضوع بدنا ننتبه أن الطفل لما يروح من المدرسة رح يكون جوعان فلازم يكون فيه وجبة أنا بدي أعطيه إيها يا بعطيه وجبة الغدى إذا كانت جاهزة يا بعطيه ساندوش خفيف يا بعطيه سناك خفيف المهم أن الطفل لما يروح من المدرسة عشان يقدر بعد هيك يدرس بالبيت لازم أنا أعطيه الوجبة عشان تقدر تصبره لوجبة الغدى أو لما يدرس لوجبة العشام كتير أمهات بيوقعوا في هذه الفخ الأكل الجاهز هو مش فقط سمنة بأثر على تحصيلهم العلمي بأثر على القدرات العقلية عند الأطفال نسبة الدهون المرتفعة هاي تتركز في المعدة عشان يتم هضمها بتحتاج فترة طويلة للهضم فبيتم تجميع كل الدم والسوائل في الجسم في المعدة لحتى تقدر تعمل عملية الهضم هاي عشان هيك بتقل تروية الدماغ للدم فبتقل التروية أصلا للدماغ هذا الاشي بيأخر قدراتهم العقلية وبيخلي عندهم التركيز يتأخر وبنفس الوقت ممكن يحس الطفل بالتخمة بعد هيك ممكن يصير عنده زيادة وزن وبعد هيك ممكن يصير بعد الشر عنده مشاكل صحيح نعم طيب بالنسبة للنوم كيف ممكن يؤثر النوم أيضا على التحصيل العلمي وحرق السعرات أكيد النوم جدا أساسي للطفل وللإنسان بشكل عام كل خلينا نحكي للإنسان الكبير كل بناء الهرمونات وإفراز الهرمونات بتم بساعات النوم وبنركز على النوم العميق هذا أهم شيء للإنسان وللطفل نفس الشيء كيف أنت لو تحط تليفونك على الشاحن بلا يعني ما فيه شاحن تحطه على الشاحن عشان يصحن نفس الشيء الطفل الطفل النوم رح يشحنه رح يشحن طاقاته العقلية الجسدية النفسية فأنت لازم الطفل يأخذ القصة الكافية من النوم والراحة لحتى يقدر تاني يوم يصحن ركز يقدر يكون عنده طاقة لحتى يقدر يبدأ نهار دراسي جديد كم عدد ساعات ممكن تفضلي في اليوم؟ أنا أعرف أطفال بينهم من ثمانية حسب العمر يعني إحنا لما منحكي منذ الولادة لما بيصيروا لمدة سنتين ثلاثة بتختلف لما بصيروا خمس سنين لما بصيروا ثمان سنين بيختلف ولكن الطفل بحاجة لا خلينا نقول من ثمانية لعشر ساعات خلال اليوم ممكن إذا كان صغير منذ الولادة ممكن إثناش وثلاثة عشر ساعة ممكن إثناش وثلاثة عشر ساعة لكن إذا منحكي عن طلاب لما يفوتوا المدارس بدهم من ثمانية لتقريبا عشر وثلاثة عشر ساعة إذا كان هذا الطفل لعب كثير زياد اليوم في المدرسة وتقلق ودرس منيح بدهم يعيدوا راحة يجدد طاقتهم مرة ثانية ممكن لحدة عشر ساعة طيب شو بنسبة في بعض المدارس كانوا لفترة بوزعوا حبوب الفيتامينات وحتى بعض الأمهات بفضلوا يعطووا فيتامينز أو سبليمانز لأولادهم ما رأيك بالسبليمانز والفيتامينز؟ إذا لمدارس أعطتها معناته بيكون فيه شيء أساسي أو نقص أساسي من فيتامينات في البلد اللي هم فيها لهيك الحكومة بتلجأ أنها تعطيع شكل مكملات غذائية إحنا دائما من قول الغذاء السليم هو أفضل شيء ولكن للأسف الغذاء السليم للأسف برضه مش عم نقدر ناخد كامل احتياجاتنا منه كامل فيتامينات منه ما عم نقدر مشاكل في الامتصاص مشاكل في نوعية الغذاء اللي إحنا نتناوله لحيك دائما المكملات الغذائية بتغطي نقص أنا صار عندي فزي ما قلت لك لما بيكون الإشي من الدولة نفسها بيكون أكيد فيه نقص عالي بهذا العنصر الغذائي لهيك بيعطوه بالمكملات هلا إذا أنا بدي أعطي ابني بشكل عام هيك حابة أعطيه مكملات غذائية أنا بنصح دائما باستشارة الطبيب حتى لو الملتي فيتامينز هلا هي ما في عليها خوف أكيد ولكن أفضل دائما استشارة الطبيب عشان نكون نحن يعني بالسيف سايد دائما هذه الأمور استشارة الطبيب إلا إذا كانت من الحكومة نفسها طيب أيضا فيه ممكن كثير من الأطفال ما بيفضلوا انتقائيين بالأكل يعني لو الأم بدي تحط لهم مفطور وسندويشة معينة ممكن ترجع السندويشة معهم من المدرسة ممكن بيعطوها لأصحابهم أنا مرة عملة كنت أعملها وأنا صغيرة هل تركوا تعمل على صغيرة كيف ممكن تتعامل الأم مع الطفل الانتقائي معها كمان عودته للمدرسة يعني كمان مش معقول طول الفترة يفضل على صنف أو يضل على صنف واحد هو بيحبه أكيد هلا بهاي الحالة لازم الأم تقعد مع الطفل يعني أنا بيجوني أطفال زي ما قلت انتقائيا بنقعد أنا ويهم حتى أيام بقول لأم خليكي مثلا على جانب رح نقعد أنا وياه لازم تفهمي ابنك ليش مش عم بيأكل سندويشت يعني بيجيب لك مثلا فلان صاحبي بيجيب سندويشي أسكى من سندويشتي أنا بكون شبعان أنا مثلا ما بحب هذا النوع من الأغذية أولا بدك تعرفي شو سبب المشكلة ثانيا بدك تحاولي تعطي شيء أقرب ما يمكن للطفل هاي المشكلة بتصير كتير عند الأطفال يلي متعودين على الحلو بكميات عالية فلا بدو يأكل خبز ولا بدو يأكل بروتيم بس بدو يركز على الحلو هذا الطفل بدنا نطلع معه من هاي الحالة بالتدريج ممكن نعطيه نحنا مكافأة إذا انت بتخلص هاي سميشة رح تاخد قطعة من الحلو وشوية شوية من حاول نخفف التناول الطفل من الكميات المرتفعة من السكريات هلأ الشغلة تانية كمان انه الأطفال دائما بيحبوا الألوان بيحبوا الاشي الجديد يعني ممكن تتفنني انت بتقطيع الفواكل إليه بتحضير السندويشات بطرق جديدة بتحاول تكوني خلاقة مبدعة يعني بتكوني رستامة لانه الأطفال دائما بيحبوا هذا الاشي بيحبوا أيام انه الطفل يشاركك بتحضير وجبته يعني ممكن تقوليه طعمهم انحضر مع بعض أنا وياك ممكن يتشجع الطفل أيضا الأطفال بتشجعوا مع بعض يعني لما يكون الطفل لحاله وحيد ما في عنده مثلا حد أو أخوانه أكبر منه دائما ممكن يكون تناول الأكل أقل لانه ما بيكون الطفل متشجع انه يأكل ممكن أنا به هاي الحالة يكون له صحاب يكون له جيران رايب نتشجع انه نحن يأكل مع بعض هيك الطفل بتشجع انه يأكل أكتر فبنا نعرف وين الخلل بالزبط عشان نقدر نعالجه يمكن في بعض الشباب وبعض الطلاب عفهم بحصل معهم فكرة انه المصروف المدرسي اللي بيخليه ما يكلش صندوتشا اللي هي صحية فكاف ممكن الاهل يتعامل مع هذا الموضوع بهاي الحالة نحن بدنا نحاول أدما منقدر انه نسيطر على الموضوع أنا ما بقول ما نعطي مصروف لأنه برضو هذا سلوك ممكن يخلي الطفل يلجأ لأشي خاطئ نعم فنحن بدنا نعطيه ولكن بدنا نحاول أول شي خلي الولد يشبع أو الطفل يشبع قبل ما يطلع من البيت هاي مهم جدا لأنه إذا الطفل وصل لمرحلة الجوع العالية ممكن يأكل أي شيء قدامه فأنا أول شيء بدي أطمن أنه ابني عم بيأكل واجبته في البيت وفي المدرسة بعطيه إشي هو يحب ويتناوله ومنخلي المصروف على الأد أنه برضو عم بيأكل المصروف ويشتري شوكولت وهيك بدنا نحاول نحاول نحكي مع المدرسة بشكل عام أنه هذا الطفل أنا ما بدي أشتري يعني أنا دائما بقول هي المدارس المفروض تلعب دور بهذا الموضوع لأنه إذا الطفل عم بيأكل شوكولت الطفل التاني رح يجع باله فهاي الأشياء المفروض تكون أساسا ممنوعة في المدارس يعني ممنوعة الوجبات هاي الجاهزة ممنوعة الشوكولتة تباع في المدارس ولكن أنا بدي أحاول أسيطر أد ما بقدر أني أنا أشبع ابني عشان ما يلجأ لهاي الأمور كبديل للأسف أني هذه أكثر الحاجات ريبتم باع في المدارس يالسناكات والشتريب سيز يجب أن يكون في رقابة أكثر عليهم إذن كل شكر إليك سيدهايا سمادي أخصائيات التغذية على تواجدك مع نوع كل المعلومات نتمنى كل الأمهات والمشاهدين يستفادوا منها لهذا الصباح يعطيك ألف عافية يعطيك ألف عافية وعطيك للأطفال والأولاد والأمهات كمان وعطيك للأمهات تحديدة شكرا جزيلا لإليك